بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهل أينما كنتم في برنامجكم مالك وكتابة ليست مجرد مصادفة ولكنها ثقافة العبث بالعقول وهنا يكمن الخطر إبراهيم أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة الخميسة التي تحمل الرقم 675 من مالك وكتابة والتي أراد لها المهندس عدلي هذه البداية العبثية عبثية المشهد عبثي لا يمكن أن يصل بنا انكار الحقائق ولي الحقائق وقيادة الحقيقة إلى مكامل الخطر كما يحدث الآن عن مشهد الرياضة في قرة السلة في زيارات الودية في الادعاءات في الحملة الممنهجة عشان تقود الرأي العام في طريق كالعادة المؤامرة الكبرى عشان كده حلقة مهمة هذه أبرز عنوينها مقالي ومقاله اقطعوا السنة الفتنة الغربال لقاء الأحباب شكرا المرخاب وبعضمة لسانه حين يرمونا الحقيقة في السلة أشموع الحمراء محمد محمود باشا أسرار الملك فيليكس الصفقة الزهبية وأخيرا مجلتنا اليوم ومن أربعين سنة ده المحتوى اللي بينه هذا الرابط اللي المهندس عادلي أشار إليه في البداية لكن دايما وأبدا ضربة البداية كما تعودته مقالي ومقاله اقطعوا السنة الفتنة خير كل ده لا علاقة باللنا بقول مباراة في كرة السلة يا سيدا بريم في نظام انت حتنقشها بالتفصيل بعد كده في فقرتها أيها هذه نموذج إنك تاخد الحقيقة في اتجاه مخالف وعكسي تماما تماما عشان تصل بها إلى نقطة تريدوها باستمرار أن هناك تحامل على ناد ما وتحيز لناد آخر والحقيقة الأمر معكوس تماما هنقول لك الحقيقة دي الحقيقة رموها في السلة هنرجع لها لكن اقطعوا السنة الفتنة أيما أنا حاول لك بقى الأسبوع اللي فات أيما أنا فضل الأخرى الأخرى زيارة ودية راقية رياضية تأخذ من سياقها ويتعمل لها إشاعة علشان إصارة الفتنة يحتضنها أنك توصل لبعض النواب يحتضن هذا الأمر لا سابق لو سمحت لا مش عارف هو موجود في البرلمان دلوقتي لا سابق 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 هذا كلام لا يمكن قبوله هذا تحريض مباشر أولا تحريض ضد النادي الآلي وتحريض الجماهير على بعضها وتهديد بالتلويح بما إن فاكرين اللي حصل في مورسعين فاكرين ما يحدث الإسماعيلي هتعملوه تقصد شخص اسم الحجل بدرشيني شوف أنا ما بحبش يعني طالما أنك ذكرت الإسم إنما هو طبعا لأنه تحريض مباشر للأسف لا ده هو يعني أنا مستغرب كيف سمح له أن يقول مثل هذا الكلام هو أنا أعرفه من أيام مجل الشعب ارتقيته أكثر من مرة في مناسبات تخص النادي الآلي لا هو رجل كاره للأهلي تماما كاره ويجاهر بهذا يعني مش هو كان لعيب في النادي الأولمبي ولعيب في التحاسي كندا على ما أعتقد يعني على ما أتذكر ولكنه لا مش مش ممكن أن تتخيل الأمر يصل إلى هذا الحد وهنا يابد أن يكون فيه وقفة وقفة لأن إحنا كده بنعبث بالعقول ده اللي أنا بقوله أصبح العبث بالعقول تجارة رائجة لأنها لقيت صداها ولقيت نجاحها وهي ما زالت مستمرة واهم من يتصور أنها ظهيرة وانتها ده بيتبنى تلاميز نجاباء أهو أديك شفت ما يحدث حتى أنا من داش من بعض الزملاء الإعلاميين وألعب الكرة السابقين الإعلاميين برضو اللي تجربتي معهم مختلفة تماما على اللي بيعملوا لي من دون وكأنهم يعني خلاص لكسبوا لعبوا أو قرب للناس من خلال هذا هذه المتجرة في الحقيقة والقراهية النادي الأهل يتعرض لحملة ممنهجة لتحويل الحقيقة عن مصرها وده اللي أنا بقوله لأنه غزو ثقافي أي النهاردة الحروب كلها عبارة عن غزو ثقافي روح غير ثقافة هذا المجتمع وحط له اللي هو آآ يعني كل ما يضره كل مؤدي إلى تفتيته ما يحدث في الرياضة يا جماعة عايزين نتنبه والله عايزين نتنبه لما يحدث لأن الله أنا مستعجل مستعجل على اللي نخش في الفقرات دي يا أستاذ براي فضل شوفوا المهندس عدلي بيشير إلى الكلام اللي حدث على هامش أو حول زيارة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهل الإسكندرية لأنه اتقال فيها كلام كتير جدا زيارة فيها منتهى الحرصة على العلاقة الحميمة جدا اللي بتربط النادي الأهل بالنادي الاتحاد علاقة تاريخية أعتقد المهندس عدلي تكلمكم فيها كتير جدا وعلاقة الأهل بالنادي اسموحة برئاسة المهندس فرج عامر علاقة فيه منتقى الحميمية والود والاحترام المتبادل العلاقة تلبية أو الزيارة تلبية زي ما انتوا شايفين كل المواد ده والحب والترحاب والحفاوة اللي كانت في استقبال الكابتن محمود الخطيب لكن يبدو هذه الأجواء الطيبة قوي والحميمية قوي دايقت مسير الفتنة دا مش داية خوفتهم خوفتهم طلعت بقى الكلام الكتير قصته الاهلي جاي قاسم الاتحاد في الشعبية بتاعت اسكندرية الحق الاهلي جاي يفتتح فرع في الاسكندرية الحق معرفش ايه والكلام كتير اللي انتوا شايفينه من تجار الفتنة وحمالة الحطب دول حمالة الحطب بجد دول اللي عايزين يولعوها انا مش عارف المجلس الاعلى للتنظيم الاعلام فينوا من هؤلاء فينوا من هزي الممارسات اللي رايحة بشكل مباشر لإسارة الجماهير دا كلام خطر جدا انه يطلع واحد زي ده يعاير جماهير الاهلي بحوادث سابقة ويبدأ يعدد مشاكل النادي الاهلي في غينة عنها يا جماعة الاهلي لم يتخذ اي اجراءات نحو امتلاك ارض في الاسكندرية على الاطلاق ثانيا النادي الاهلي وجد ان هناك من يزج باسم ويستخدم اسم الاهلي لاهدف ترويجية وتسويقية في بعض المناطف الاسكندرية وعلى الفور كان تحرك الشؤون القانونية في النادي لاتخاذ خطوات تحفظ حقوق النادي في حاجة هو لم يخدم عليها لكن ثالثا ورابعا وعاشرا واولا واخيرا الاهلي يحمل كل الود والتقدير للاتحاد ولكل جماهير الاسكندرية وهي دي الحقيقة المؤكدة باش منزل. وهو ده الخطر انت بمجرد الزيارة دي ما ما عملت صدى طيب عند الجميع على ده الكابتن طلعت يوسف طلع قالك الكابتن الخطيب قال لي ما تستعجلش كامل مع الاتحاد واللي انت عايزه السنة الجاية. هي اكتر من كده. صحيح. الكابتن على ابو جريشا يطلع يقول الكابتن الخطيب فاتح ازدرعاته اه اه وبيقول اللي انت عايزينه وعننا اللي اتنين. اه حتى اللاجنة السلسية اه في الزمالك يطلع رئيس اللاجنة هي يقولك اه الكابتن الخطيب قال لي ما 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 احنا مش هنستغل الظرف بتاع النادي الزمالك و اه و اه و اه و يسأل سؤال مباشر هو ده ساعدكم في تجديد اله وسائل مؤمورية تجديد كل اللعبة. قال لهم اه. نعم. اه. الله. هذا الامر اساء البعض اللي الناس متصورة ان هم بعدوا عن المشهد. هما ما بعدوش. اي واحد. هما ما زالوا بثقافتهم موجدين بادواتهم الاعلامية. بابواقهم الاعلامية. ما زالوا موجدين. بالعجس بقى ابتدوا يضغطوا على الناس اللي عايزة تقبل العقلانية. وماد جسور الحب. انها مضطرة. انها تمشي في هذا الاطار. وحقول لك ازاي ما حدث في السلة تحديدا. الموضوع. الموضوع دحك. كرة السلة موضوع بجد. نموذج لقلب الحقائق. وقابليها كرة اليد. وحقول لك. بما انكم تفتحتوا المواضيع بقى. ها. نتكلم برضو ايه اللي حصل فيه. كرة اليد. لان لما تبقى قيادات. قيادات دورها. الحفاظ على النظام. دورها ومسئوليتها. الحفاظ على النظام. ومحاربة من يخرج على النظام. هي من تخترق النظام وتتهم من يحاسبها بانه بيصافي حساباته معها. وبعض الناس تقتانع بهذا الكلام. هذا الكلام شديد الخطورة. لان فيه معناها اضرب النظام عرض الحق. الحق. كل شيء يجي في سياقه استاذ براني. في سياقه لكن زي ما بقول لكم في التأكيد على هذا العلاقة مع الاسكندرية. الاهلي مع مجتمعه ومع دوره ومع آآ رسالته في المجتمع. لا يتأخر عن تلبية اي دعوات ولا يتأخر عن دوره التنمو في كل مكان. كدور مسئول او كرسالة مسئولة او كواجب مجتمعي وطن الاهلي بيقديه. لكن لما يتم الزج بالاهلي بالنسبة الاسكندرية بهدف الايقاع بين الاهلي وجمهين الاتحاد او النادي الاهلي ونادي الاتحاد ولاقي بعض الناس اللي عندها مشاكل مع الحق محمد مصلحي او مع مجلس ادارة الاتحاد تستغل هذا الظرف للايقاع والاساء لهذه الزيارة وتفسيراتها دقيل فيها يا رجل. ده طلع حد من البرامج قالك كابتن خطيب رايح لسموها علشان يخلص صفقة حسام حسن. ما يقدرواش يتخيلوا. فارج عامل وانصف فارج عامل قالك ما حصلتم تكلم بياي. ما محدش متخيل انك ممكن تعمل بادرة رياضية انسانية بدون اهداف. اه. اولا موضوع ان الاهلي يبقى له فروع في المحافظات ده ما تروح من زمان جدا. ويراود البعض سواء من جوه المحافظة ويلقى صدد من التفكير عند بعض القيادات. ولكن على ارض الواقع النادي الاهلي حرصوا الاول والاخير على سعادة المجتمعات دي. اذا كان سعادتها في تواجد الاهلي بيحاول يلبي له مزيد ساعات. اذا كان سعادتهم في القاعة الوضع اللي كانوا عليه لن يقاوم هذه الرغبة. انما ايه يقول لك. جاي والشعبية مش شعبية ايه. ده الاهلي شعبيته في الاسكندرية. مفيش واحد اسكندراني تقريبا مش مشجع اسكندرية والاهلي. مفيش واحد اهلاوي تقريبا مش مشجع الاهلي والاتحال. تقريبا. صحيح. والتعاطف مع كل الانديه الشعبية دي عقيدة عند جمهور الاهلي. لانه يعلم ان سعادة الشعب ده في سعادة مجموع مشجع الانديه الشعبية. والاهلي دائما يلجأ الى الاسلوب المباشر. وانما هو خلي بالك. ما تفصلش اللي حصل في السلة عن المشهد بتاع الزيارة دي. كل كرسي. طبعا خطوع. كل كرسي في الكلوب مش هيسمح لك تاخد لقطة تعبر عن الكيانك الحقيقي وترحيب الناس بيه. عشان كده هنكشف كتير من اللي حصل ده النهاردة. لكن خلينا افتكر ان الحلقة اللي فاتت الحياة. وانا بقرأ التويت اللي كتبها بنتنا الجميلة العزيزة هانا جودة. بطلة واعدة جدا في تنس الطاولة. كتبت تويت برغبتها في المشاركة في دور التوكي. المهندس عادلي ودي الحياة اللي استوقفتني في التعبير عن ان دي افكار مدرسة مش افكار افراد. ده نتاج فكري مدرسي بجد. فكري يا نم عن ثقافة كيان. وثوابت كيان. وانس عادلي وانس ما ارى التويت او سمعها انزعج. والانزعاج ادى الى نتاج. ايه ل? ليه انزعجت? ما انا بقول لك مسألة انك انت تتاجر بمصالحك. وشا و و يعني. ما فيش شك ان البنت سنها اه يعني مدلها مدلها تعاطف. ايه. جامد جدا. ايه. في المجتمع وبعد سوشال ميديا وكل كلمة بتكتبها. لكن انها تنقل مشكلتها اللي هي محتاجة دراسة. ايه. مش حق ضائع. حتى لو حق ضائع. لازم تلجأ له من خلال النادي الاقل الذي يستطيع ان يأتي اليها بالحقوق. ايه. فتكتشف ان في الاخر المشكلة انك انت بتصدر بنتين لبعض ابناء اه بنات نادي واحد. في مشكلة لا ينبغي ان تكون قائمة. لان بيحكمها. نظام. هقول لكم ايه النظام ده عشان. فانا بداية ان دي. اه. تبقى تبقى اسلوب اسلوب اللجوء لحل المشاكل. السوشال ميديا. لا ده مش اسلوب. ايوا. وانا عايز اعلم بنتنا من صغرها. لا اه. خلي بالك. على فكرة هي كمان انا. كتبت تويتر بعد. انبساط. ايوا. ومامتها كتبت اعتذار وهنا انبساط. ايوا. لان هو ده ده المفروض. ايوا. دي الثقافة اللي احنا عايزينها. لكن لو حصل مكابرة كنا حابقى عندك نموذة. ده اعتذارها اللي كتبته النهاردة. اخشى ان هي تحول النجم الى عبق على نديد. هي دي المشكلة. اه. او يكبر على النديد. وده بيحدث في اماكن اخرى الوسط الرياضي بيدفع تماما النهاردة. بيدفع طبعا. وده كان الوقفة اللي هدفها الحفاظ على هذه الموهبة الكبيرة. الموهبة صغيرة في السن لكن كبيرة قوي في القيمة الفنية والرياضية. كبيرة في الامال المعقودة عليها. بالضبط. لكن عشان نحفظ لكل لعبينا ولعباتنا حقهم في الحلم لتوكيو. ايه مين اللي تأهد? النظام ماشي هقول له حضراتكم يعني بسبب خلاف ماريوم وهنا. او هانا وماريوم. ايه? ايه? جاية منين المشكلة? دورة الالعاب الافريقية تلعبت في المغرب الفين وتسعتاشر. دي الدورة المؤهلة للدورة الاولمبية. يعني في تنس الطاولة. الالعاب الافريقية كدورة هي اللي بتآهل لي دورة الالعاب الاولمبية. وبتتلعب كل اربع سنين زي الاولمبيات. بتلعبت في الفين وتسعتاشر لكن تآهل منتخب مصر. كان مين في منتخب مصر اللي تآهل. كانت دينا مشرف ويسرى اشرف حلمي وفرح عبدالعزيز. دينا مشرف لعبت النادي الالي ومحترفها في المانيا دلوقت. يسرى اشرف حلمي بنت الكابتن اشرف حلمي واحد من نجوم نادي الزمالك الكبار في تنس الطاولة. ومامتها نهال مشرف بطلة مصر وافريقيا في تنس الطاولة. ولعبت النادي الاه. يعني بنت الكابتن اشرف حلمي لعبت النادي الالي. وكانت التالتة معهم فرح عبدالعزيز لعبة نادي الزمالك التلاتة دول الأساسيين كانوا في الألعاب الأفريقية في المغرب وكان احتياط معهم مريم الهضيبي هنا الفريق اللي تأهل التلاتة من التلات بنات والولاد كان عمر عصر واحمد صالح وخالد عصر عمر عصر لعب النادي الآل ومحترف واحمد صالح لعب الزمالك وخالد عصر لعب النادي الآل وكان معهم احتياط الرابع محمد البيالي ده اللي تأهلوا لدورة للعاب الأفريقية طيب هنا جي حظها أو حقها منين هنا عملت كطفلة معجزة بجد عملت السنة اللي فاتت والسنة دي إنجاز كبير جدا تمثل في ايه بطولة الجمهورية تعامل اتحاد تنس الطاولة نظم بطولة الجمهورية مرتينة باشواندز مرة طلعت هنا جودة الأولى ومريم الهضيب التانية وفيه بطولة طلعت مريم الهضيب الأولى وهنا جودة التانية طبعا إحنا بنتكلم على إنه دول اتنين سبقوا يسرى أشرف حلمي وفرح عبد العزيز لكن دينا مشرف محترفة بره في ألمانيا فلا يسمح لها أن تلعب في نادي هنا في مصر حسب احترافها في ألمانيا كانت النتيجة إنه أنت عندك دلوقتي اتنين في بطولة الجمهورية تصنيف أول القاعدة الأصغر سنن في حال التساوي بترجح فهنا جودة أصغر سنن من مريم الهضيبي فبقت المريم الهضيبي برضو عندك مدتشر سنة ماش جدير سبب للخلاف أو للطموحات بين كل اللاعبات والولاد لكن تأجيل البطولة بدأ يحقق بعض الرغبات في أن الناس كلها نفسها تشارك ودي طبعا رغبات محمودة جدا أو عندها فرصة فرصة فنية الاتحاد هنا من حقه يعمل إيه هنا لازم أن يبص على التصنيف الدولي بتاع ولادنا لو بصنا على لأنه التصنيف هنا مهم جدا التصنيف الدولي للولاد قيمة الولاد مثلا هلاقي عمر عصر أفضل لعبي مصر في التصنيف العالمي ترتيبه العالمي عمر لاتنين واربعين دي قيمة التصنيف العالمي للولاد عمر عصر في الاتنين واربعين أحمد صالح لعب نادي الزمالك في الترتيب الخمسين وخلد عصر في المية اربعة وعشرين محمد البيئة كبديل معهم جاي في ترتيبه مية ستة وتسعين يبقى هنا الاتحاد لو هيجي يختار هيحاول او من حقه او عليه انه يختار الاعلى تصنيفا وهقول لكم ليه والمهان سعادلة هيقول لكم ليه الانحاز للاعلى تصنيفا يخدمنا في ايه ده بالنسبة للولاد بالنسبة للبنات دينا مشرف عاملة افضل ترتيب في الرانكنج العالمي الخمسة وتلاتين يسرى اشرف حلمي المية وواحد فرح عبدالعزيز المية تمانية وعشرين المية تمانية وخمسين مريم الهضيبي التلتمية تمانية واربعين هانا جودة الف اتنين واربعين او الف مية واربعين ليه هي هانا متأخرة لانه اولا لسه صغيرة مشاركتش بالتراكم في البطولات الافريقية والدولية اللي سبقوها لها زميلاتها الكبار التانيين دول اكبر سنة فده تصنيف متراكم ان شاء الله تعالى هانا جودة عندها المستقبل بازن الله كبير ان تروح لابعد ما يمكن في التصنيف لكن ده التصنيف الحالي الاتحاد لما ييجي يختار لما يختار الاعلى التصنيف اللي يا باشوانس مهم جدا تصنيف الدولي تصنيف الدولي بيحطك انت كبلد كمستوى تنس طولة في مستوى تصنيفي بين الدول بقى مش الافراد ايوة لفده كان تصنيف الافراد ايو بس تصنيف الافراد بيؤدي الى تصنيفك في القرعة ايو لو انت تصنيفك كل ما تعلى درجات التصنيف ايو للعبتك بيتعمل اه معادلة كده بتديلك تصنيف يحطك في مكانة افضل في القرعة العرق طب لو انت اختار رقم اربعة او رقم خمسة في التصنيف بدل رقم اتنين نظرا لان مستواها الحالي وسنها او كده بيسمح بهذا خلي بالك ان سواء مريم الهضيبي او اه هنجودة لتنين مش في التلاتة الاساسيين الاساسيين اللي كانوا في الالعاب الافريقية اللي كانوا في الالعاب الافريقية والاعلى تصنيف ودوك بسبب التصنيف ايوة ليه مش هما مش في التلاتة لان لو حطيتهم في التلاتة التصنيف مصر حيتراجع اه هما النهاردة نتيجة الظرف اللي انت قلته ايو اه دينا برة مش عارف ايه وتقدم مستواهم كناشئات وخصوصا هنجودة يسمح قد يسمح انهم يكسبوا بطولات الجمهورية هنا لكن التصنيف الدولي مش هيسمح لمصر انها تتحط في نفس التصنيف بتاع التلاتة الاساسيين ومن ثم دي حيرة اتحاد اه تنس الطاولة ايه هو انا هاعتمد على قاعدة الاصغر سنة في حالة التساوي ولا ولا هاعتمد على قاعدة التصنيف الدولي مصلحة مصر في التصنيف الدولي مصلحة المستقبل والالعاب الفردية تختار الاصغر سنا فدي المعضلة اللي اه يعني بيتعرض لها الاتحاد الدولي خاصة ان عشان انت تصلح التصنيف الدولي محتاج تشترك في بطولات والبنات والبنات دول يحققوا نتائقه ايه؟ تفرى تفرى ويخشوا في التصنيف المتقدم بالزبط هن قادرات هن قادرات مستواهم يسمح بهذا لكن مفيش بطولات هتتعمل تسمح لهم بالتقدم طب تحلها زي مصلحة البلد في القرعة ولا مصلحة الافراد والمستقبل في الافراد هذا مطروك هو ده السؤال الكبير اللي في الحدوتة دي كلها كلهم ولادنا وكلهم يعني مريم الوضيبي وهنا جودة الاتنين بطلات النادي الاهم والاتنين بإذن الله تعالى عندهم مستقبل كبير بس التصنيف اللي انا بقوله لكم دينا مشرف خمسة وتلاتين عالميا يسرى اشرف حلمي المية واحد عالميا فرح عبدالعزيز المية تمانية وخمسين مريم الوضيبي تلتمية تمانية واربعين وهنا جودة الف مية واحد واربعين هنا عندها مستقبل كبير جدا بإذن الله تعالى املنا فيها كبير وهي موهبة معجزة شرح ان هنا لم تشارك في بطولات السيدات العدد الكافي اللي دي لها اللي اديها هزا التراك. مش نتيجة مستوى. لا اللي اديها هزا التراك. السن ما سمح لها. بالزبط. اه اه وابع المشاركة السنة جاء ممكن تبص تلاقي الالف دي دخلالك في الخمسين الاول. ان شاء الله. اه? فهي كده الحزب عشان كده حبينا نوضحها لكم وكان شيء كويس جدا الحقيقة من الكابت الرقوف عبدالعادر مدير النشاط الرياضي في الالي. مجرد ما اشتم المناوشة اللي على السوشيل ميديا بين هنا ومريم لا استوب. النادي الاهلي لازم يعودكو انو مش ملحققكو ابدا تتكلموا على اوضاع تنفس المنتحم عبر السوشيل ميديا. حرصا على مين? اه. مش بس على نظام النادي الاهلي ده عليق على مصلحتكو. بالزبط. ازا ما شعر الناجي انه زملائه فوق زملائه او اقوى من ديه يبتدي مرحلة اولا الاضرار بالمكان ثانيا زميله ما تحبوش. ثالثا انت شخصيتك هتتكون الرياضيه هتتكون من من المواقف اللي ازا كده. هم تشعر ان انت مهما تقدمت تتواضع. مهما عليت تتواضع. مهما العالم كله كان متعاطف معك تدواضع. هنا الرياضة. وهو ده اللي خلاني اتكلم المرة اللي فاتح. وهو ده اللي استشرف به المهندس عدلي. هذا الحرص على طبيعة علاقة ابناء الاهلي الرياضيين بالنادي الاهلي وبالنظام الرياضي العام. هنطلع لفاصل وبعض الفاصل كلام مهم. اهلا بحضراتكم جديد. شفنا في المقالة ومقاله قطع لسنة الفتنة لانه فعلا الامر جد خطير. هذا التلاعب بهذا العبث بهذا الشكل في العلاقات اللي بين الاندية الشعبية الكبيرة وجماهرها دي مسألة في منطقة الخطورة. ما علينا. لكن في الفترة الحالية في كلام كتير جدا حطناه لكم في الغربال. كل الترحاب لقيته بعثة الاهلي في السودان. فكان هناك لقاء الاحباب. شكرا المريخاب. المريخاب جماهير المريخ. مسؤول المريخ. هو ده اللقب بتاعهم وهو ده المصطلح. زي ما بتقول الاهلوية والزمالكوية. هو نفس الصياخ. هو المريخاب. حابت تلعب في العلاقة. اللي بيننا بين اشقائنا في السودان. حابت تكهربها قبل كين. مش ممكن يعني. والله ولا وازع ولا ضمير. انا عارف ربنا يعني بيرزقهم ازاي الضمير يخليهم يناموا دول. اه. انت بتقود ناس. انها تشحنة عشان تعتدي على ناس تانية. ايه ده? يعني الواحد كان بيشوف في زمان الافلام اللي بيعملوا استفار رسي والدقن وازاي يعمل لك مش عارف ايه. لكن كان دائما ينتهي بانتصار العقلاء والخير. ايه. لانه كان بيحصل جرائم وجرائم خطيرة جدا. وبقت نقلت للرياضة. وحصلت بين مصر والجزائر. وحصلت بين الاهل والمصري. وحصلت حتى الزمالك لم ينجوا من هذا واحداث المباراة الملعب الدفاع الجوي. ايه. دي نتيجة برضو ايه? الاخبار الغلط اللي عمالها تنتشر. يعني دي كانت حادث يعني تدافعي وكده. لكن ادى الى ايه? ادى الى ايه? هذا المنهج وهذا الفكر. ان انا اشوف مصلحتي فين? وحرك الجماهير الكتلة الجماهيرية دي. وما زال البعض يتحدث بانه جمهورنا مش هيسمح وجمهورنا هيسمح. هذا خطر. هذا خطر جدا جدا جدا. والاختر منه انك توب عدو النظام. لمجرد ان انت فوق النظام محدش يجي ناحيتك برضو. انا ماسك نفسي. خليني فقرتك. خلينا في السودان الشقيق. الحقيقة منذ وصول بعثة الاهل مبارح بعد الظهر الى العاصمة السودانية الخرطوم. وهي تلقى كل الحفاوة والترحاب والاهتمام. سوى من جانب السفارة المصرية بقيادة السفير المصري حسام عيسى. او من جانب ادارة نادي المريخ الشقيق. ودي لقطات من وصول بعثة الاهل الى الخرطوم اللي استاذ خالد درندالي امين السندوق رئيس البعثة. كابتن سادعب حفيز مدير الكورة. واستقبال قيادات السفارة المصرية. شوية احترازية حلوة اه. اه. السلام كوروني اوي. فعلى سلم الطائرة القيادات السفارة المصرية والجهاز الفني. ما لفتش نظرك حاجة في اللقطة دي. ايه? النظام. ينزل رئيس البعثة. ومدير الكورة. اه. اه. وتستنى المدرب مع فرقته. اه. لحد ما الجوء جميع سطف ويبتدوا وينزلوا. اه. حاجات بسيطة يا لها معنى. صحيح. هو ده الانضباط. هو ده الانضباط داخل الفريق. ده الالتزام. وبالمناسبة قبل السفر بيوم في المراني الاخير. كان كهربا مع انتهاء عقوبته. كهربا ارتكب الخطأ اللي ارتكب واستوجب عقابه يوم تمانية وعشرين فبراير. فمضت عقوبة الشهر الكاملة اللي فرض عليه مدير الكورة كابتن سادة وحفيز. اللي كان اعلن العقوبة يوم تلاتة آآ مارس فبالتالي هينزل التمرين تلاتة ابريل. عملوله ممر لوم بقى المرة دي مش ممر شرفي. ممر لوم بوجود مسيماني. ما تعملش كده تاني. وكله بيضربه. بدعملش كده تاني. حنشوفها دلوقت الحياة لانه كانت لقطة معبرة جدا. فيه دعابة آآ بتحسسك بالحميمية. بالحميمية والاجواء الداخل داخل الفريق. هنروح معاكو للخرطوم والزميل فاروق صلاح موفد قناتي الاهلي الى الخرطوم. فاروق اهلا بيك. كل التحية لك يا استاذ ابراهيم. كل التحية للمهندس عادل القيعي. وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة القناة الناد الاهلي في كل مكان. فاروق عايزين تصفرنا معاك للخرطوم وتحطنا داخل اجواء البيعسة دلوقتي احنا وكل استاذ المشاهدين. يعني انا عايز اخد من كلام حضرتك استاذ ابراهيم لما اتكلمت على حفاوة الاستقبال واستقبال فريق النادي الاهلي اللي بيحظى بيه حفاوة استقبال يعني كبيرة جدا لدى وصلنا لمطار الخرطوم. طبعا كان في استقبال فريق النادي الاهلي مع علي السفير حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية بالسودان. وايضا علي ابشر نائب رئيس نادي المريخ اللي صمم على استقبال النادي الاهلي في الصالة الرئاسية التشريفية اللي هي صالة كبار الزوار. لدى خروجنا كان في يعني فوج كبير جدا من جماهير النادي الاهلي اللي كانت حريصة انها تكون موجودة في المطار الخرطوم لمسندة ومؤذرة النادي الاهلي. الهتاف الاول كان اهم اهم ابطال افريقيا هم. ثم الهتاف الاخر افريقيا يا اهلي. دي طبعا انت عارف سبراهيم والمهانس عدلي. العقيدة اللي عند جماهير النادي الاهلي سريعا بنحتفل بالبطولة ثم بنفكر في البطولة العشرة. ثم يعني المطار من المطار للفندق اللي قامة يعني مسافة 25 دقيقة سريعا يعني استقل العبل النادي الاهلي وتوجه فريق النادي الاهلي الى فندق القامة. طبعا كافة الترتيبات وكافة الامور الادارية الخاصة بالفريق. كانت يعني بتسير على قدم الوساق ومتابعة مهمة جدا بان الاساس خالد الدرندالي رئيس بعثة فريق للنادي الاهلي مع معالي السفير حسام عيسى. ثم بقى نقول بدأ اليوم الثاني للنادي الاهلي اللي هو اليوم. النهاردة يعني انطلق اليوم بوجبة الافطار للعب النادي الاهلي. كانت في تمام الساعة العشرة والنصف صباحا. ثم محاضرة فنية المستر بيتسو موسماني كانت في تمام الساعة الثانية وعلى سانية عشر ظهرا. وكان يعني قبل المحاضرة كان فيه المسحة الطبية يعني طبقا للبرتوكول قبل المباراة بـ 48 ساعة. ثم توجه الفريق الى ملعب الجوهراء الزرقاء اللي استضاف التمرين النادي الاهلي هو التمرين الاخير او الاول والاخير لفريق النادي الاهلي على ملعب الجوهراء الزرقاء كان في تمام الساعة الوحيدة. عايز اقول لك أستاذ براييم ان درجة الحرارة يعني يتقدر تقول درجة الحرارة عالية جدا يتتكلم في درجة حرارة 35 38 درجة مقوية ودي من الامور الصعبة جدا ارتفاع درجة الحرارة لكن يقدر تقول نسبة الرطوبة ونسبة الاكسوجين افضل بكتير جدا من مباراة الكنغو مران اكثر مرة النهاردة اللعب النادي الاهلي مستر بيتسو موسماني طبعا بيقف على بعض الامور الفنية الخاصة بالفريق او التشكيل اللي يلعب به اللقاء طبعا جرب كل اللعبين جرب اكثر من طريقة لعب طبعا هو تابع يعني القائرة حتى مطار الخرطوم كان بيتابع كل المباريات الخاصة بفريق المريخ السوداني ايضا مباريات في الدوري السوداني تقدر تقول اطمنك ان شاء الله على حالة اللعبين اطمنت من الدكتور رحمد ابو عبلة على حالة عمر السلية وايضا محمد الشناوي يعني بعد مشاركتهم في المباراة المنتخب المصري هنا ايضا حديث وسائل الاعلام في السودان عن المباراة وعن اهمية المباراة لفريق المريخ السوداني والاستضافة للنادي الاهلي والنادي الاهلي أحد كبار القرى الأفريقية كانت جريدة صدى وجريدة النار أبرزت الكثير من العنوين والأحاديث الثحفية لمستر بيتسو موسيماني وتكلموا على أن بيتسو موسيماني واحد من المدربين لأصحاب تأثير جداً وخبرة ودراية كبيرة جداً بالقرى السمراء وأجواءها وظروفها دي أقدر أقولك أنها كل الكواليس كل الأخبار أنا موجود معاك يا أستاذ مرهيم موجود معاك يا بشمهندس لو فيه أي استفسار أو أي تساون فاروق الفريق مره النهاردة على ملعب المباراة مش كده؟ بالضبط يا أستاذ إبراهيم المران الأول والأخير حالة الملعب ملعب طبعاً الملعب انتعار لا هو أفضل الملعب الموجودة في السودان عماتاً هو ملعب الجوهرة الزرقاء أفضل الملعب حالة الملعب بتدار طول كويسة نسبة يعني الكثير من الملعب الموجودة لكن الملعب اللي هيتمرن عليه النادل أهلي غداً هو طبعاً أقلب كتير جداً من ملعب المباراة طبعاً ملعب الجوهرة الزرقاء اللي ذكرت سعيدة مع النادل أهلي النادل أهلي كان الموسم الماضي صعد من ملعب الجوهرة الزرقاء وإن شاء الله يعني يحقق إن شاء الله الانتصار في هذا اللقاء ومن سمى إن شاء الله تحقيق البطولة العشرة بإذن الله طيب المسحة الكورونا الخاصة بالاتحاد الأفريقي نتجة تظهرت أو لسه؟ لا حتى الآن هيتم إبلاغ فريق النادل أهلي غداً إن شاء الله بيئة المسحة الطبية لفريق النادل الأهلي إن شاء الله هيتم الإبلاغ بيئة المسحة غداً بمشيت الله وطاقم التحكيم من إين؟ يعني عايز أقول لحدك بالنسبة للتاقم التحكيم يعني قبل يعني هقول لحدك تاقم التحكيم ثم يكون معايا في هذه الأثناء الأستاذ خالد الدرندالي رئيس بعثة فريق النادل أهلي حكم اللقاء هو الإثيوبي باملاك التاسيميا بيعاون عيسى يحيا من تشاد والحكم الثاني أبلك أوكيلو من أغندا والحكم الرابع إيريك توبرس من إثيوبيا أنا معايا في هذه الأثناء الأستاذ خالد الدرندالي رئيس بعثة فريق النادل أهلي هيحطنا ويقربنا من الصورة أكتر ويطمننا على كافة الأمور أستاذ خالد تحيات البشمهندس عدل القيعي والأستاذ إبراهيم المنيسي وكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة تقناة النادل أهلي في كل مكان تحياتي الكابتن عدلي وكابتن إبراهيم والنفسينا كانوا يكونوا معنا إن شاء الله المرة الجاية كده نحتفل مع بعض بإذن الله إن شاء الله يكونوا موجودين بقى في بطولة العالم مكاس العالم الأندية بإذن الله إن شاء الله عايزين نتطمن ونطمن كل جامير النادل على حالة الفريق وأنا عارف إن في خطوط اتصال مفتوحة مع الكابتن محمود الخطيب على الفريق أيضا الدور الكبير جدا اللي بيقوم به معالي السفير حسام عيسي بس هو من أول ما وصلنا الحقيقة بنشكر معالي السفير لاستقباله وبرضو مش استقباله بس ده كل طقب السفارة وبنشكر نائب رئيس نادي المريخ بنفسه كان وقف من سنين الحياة في المطار وفي قطة الطيارة وفتحوا لنا كبار الزوار يعني لحية كان استقبال مشرف وحافل يليق بالنادي الأهلي وبرضو ما ننساش إن إحنا برضو قمنا باللازم برضو في مصر وده بيرده اللي إحنا قمنا بيه وده المتوقع ما بين إحنا بلدنا يعني إحنا مبسوطين ولا مفيش أي عقبات بتقابلنا كل شيء سهل وكل شيء مرتب ومنظم سواء من السفارة أو من نادي المريخ حيب جد يعني كل حاجة ماشية زي الفل اللعيبة الحمد لله إن إحنا النهاردة تمرنا التمرين كويس كل اللعيبة حالتهم كويسة عملنا المسحة النهاردة الصبح إن شاء الله بكرة حتباني النتيجة بإذن الله ما فيش أي حاجة إن شاء الله يعني فيه إسرار وفيه روح حلوة فيه يعني أعزين نرجع إن شاء الله بثلاث نقاط بإذن الله إن شاء الله خطوط الاتصال من الكابتن محمود الخطيب الأكيد بيتابع مع حضرتك كاف التفاصيل بأسية فريق النادل آلي يحطونا في الصورة ويعني الرسائل اللي ببعتها على الكابتن محمود الخطيب بنخلها حضرتك للنادل آلي هو طبعا أول حاجة الصبح طبعا بس نقبل تليفون الكابتن محمود اتطمن على يعني كل حاجة عملتوا ايه هنا عملتوا ايه التمرين الساعة كام راحين الملعب ايه بكرة الترتيبات اللي قام يعني أنا طب منتوا كل حاجة فعلا الحقيقة الحمد لله كل شيء ماشي كواس جدا وزيان بقولك يعني كيفاء إن إحنا كل الفرقة وكل البعثة حاسة إن إحنا مش في غربة فالحمد لله الناس كواسين جدا الناس معنا كواسين جدا ويعني إحنا متفقلين إن شاء الله درجات الحرارة ودرجة حرارة عالية جدا شايف تأثيرها على المباراة وعلى اللعبين نكون ازاي؟ طبعا في درجة حرارة عالية 35-36 يعني ولكن عايز أقول إحنا تعودنا بقى خلاص ومرنا بحاجات أكتر من كده ومرنا بأكسجين أقل من كده فلعبتنا خلاص متمرسين وعندهم خبرة حاجات دي ما بتأثرش ولا بتفكر ما فكرش فيها يعني إن شاء الله بس إن إحنا نفكر في المباراة تكون مباراة كويسة بغض النظر بقى إحنا نقولش يعني خلي بالك إحنا أنا أحسن المباراة بغض النظر الثلاث نقاط أم مفيش عصبية مفيش تعصب الناس معانا النهاردة في التمرين في موتال الترحاب يعني إحنا مش داخلين معركة آه فريق كبير الأهلي فريق كبير المريخ فريقين كبار كل واحد يسعى إنه يفوز بس بروح رياضية ومن غير تعصب من غير حاجة تخرج على النص بالعكس الأمور كلها كويسة جدا حتى في الفندو هنا من بيشجع المريخ ومن بيشجع الهلال وشجع الاهلي كلنا ناس عادين بنتحك وتتكلم الموضوع قريب جدا يعني أستاذ خليب تجلساتك مع الجهاز الفاني كابتن سايد والكابتن سامي واللعبين إلي لمسوا إلي حسوا من اللعبين طبعا إحنا خلاص بنسينا البطولة التاسعة دولة مطالبين بالبطولة عشر وده قدرنا قدر النادي الأهلي بص حايزة أقول لك حاجة برضو إحنا في حاجة مهمة الناس عمالة تقول إحنا عايزين نكسب مش عارف إيه وده يكسب إيه عشان نلعب مين وده يلعب الأول ولا التاني إحنا بنفكر مجرد إحنا نطلع الأول مش مجرد إحنا عايزين نلعب فلانا وما لعبش فيه إحنا نادي الأهلي نلعب أحد ما منفكرش نطلع الأول عشان نلعب بتاونة تفادى كلنا حنتقابل في الآخر طالما أنت بتلاب عرب طولة ما بدوسش هتلعب مين اللي لو ما بدوسش هتلعب قدام فإحنا تركزة نحنا نمثل نادي الأهلي بصورة مشرفة نمثل مصر بصورة مشرفة نكون لقاء محترم يعني ناديين من بلدين أشقاء هو ده المهم إنما إحنا عندنا طبعا ثقافة إلفوز كلعيبة وكجمهور وكمجلس الدراء كل حاجة هو ده اللي بنسعلي إن شاء الله أستاذ خالد باش مهندس أستاذ إبراهيم أنا موجود معاكم لو في أي سؤال أو يصبح حبيين توجهوله أستاذ خالد أستاذ خالد من درندلي لا إحنا عاديينه بس هو اللي يوجه يعني نحمله سلامنا للبعثة ونشكره على هذا اللقاء وعارفين إنه خبراته هيكون يعني داعم جدا وجوده للفريق فمتشكرين جدا وربنا وفقك يا رب وكلنا نكون في إطار الإسهام في توضيط مزيد من العلاقات بين الشقيقين الالتحام وفي هذه اللحظة يعني من أهم الحاجات التاريخية ومشاكرين جدا ونرجو أن تؤدي هذه الزيارة إلى مزيد من اللقاء عايز أقول لحضرتك نقطة مهمة عايز أقول لحضرتك نقطة مهمة جدا باش مهندس بخصوص الحضور الجماهيري للمباراة أي كنت أسألك عليها يا فروت فضل بالزبط يا أستاذ بريم طبعا الكتير من الأقوال التي ترددت ولكن الخبر الأكيد من خلالكم ومن خلال قناة النادي الأهلي وبرنامج مالي وكتابة نادي المريخ السوداني قدم طلب للاتحاد الأفريقي بالموافقة على حضور ألف مشجع لهذا اللقاء أيضا كان نادي الهلال السوداني قدم طلب بالموافقة بحضور ألف مشجع في مباراة الهلال والساندونس الاتحاد الأفريقي وافق للنادي الهلال على حضور ألف مشجع لمباراة الهلال وساندونس وأيضا وافق لفريق المريخ السوداني على حضور ألف مشجع للمباراة دي الأرقام الصحيحة وأيضا يتم السمح طبعا النادي الأهلي كان عامل فريق المريخ بالمعاملة بالمثل إن شاء الله يتم السمح للعدد 100 أو 200 من أفراد الجالية المصرية الموجودة إن شاء الله بمسندة ومؤذرة النادي الأهلي تمام يا فروت شكرا جزيلا تحياتنا للأستاذ خالد وللبعثة كلها شكرا جزيلا لمفت قناة الأهلي إلى الخرطوم الزميل فاروق صلاح أعتقد صورة كاملة الصورة كاملة ورسالة يعني محترفة لكن أنا كل اللي بدحكني أجايا ما شفتش واحد بيخاف من المسحة أكتر منا غير أجايا أنا؟ أه أجايا إيه الرجل يعملو كده يفرج في عناية يعني حاجة يعني يا رب بص بص ده ماشي بص حاجة ده جنب يطلع عينيه في خطر طب إيه هو مش بيحط كان بيعطر يعنيك يا ابني ده هو حيعتر بيقوله في مرخيري في مرخيري بتحطهش في عناية طيب أقوله ما هيقربح هو ده بالإحاء أقوله بيحس إنه قربت من مرخيره بيتاكل عموما دي كانت المسحة اللي الاتحاد الأفريقي بيأخدها للبيعسة وإن شاء الله تعالى زي ما الأستاذ خالد درندالي قال بكرة النتيجة تظهر وإن شاء الله كله يكون سليم ويجاهز للمشاركة هنطلع لفاصل وبعض الفاصل أيضا كلام مهم أهلا بكم من جديد الحقيقة بيتسو موسماني بكرة وبعضه مشغول يعني إذا كان يوم السابت الساعة الثلاثة مشغول بمتابعة أو بقيادة الأهلي بإذن الله لحاسم التأهل بكرة كمان أكيد هيكون مهتم يتطمن على فريق السابق سانداونز وهو بيحل ضيف جنب منه على طول في نفس الملعب بيواجه الهلال السوداني في المجموعة التانية في دور الأبطال لكن بمناسبة موسماني يمكن اليومين اللي فاتوا لما منتقب جنوب أفريقيا خسر من السودان برضو وخرج من تصفيات كاس الأمم الأفريقية اهتمت مواقع كتيرة في جنوب أفريقيا بترشيح موسماني للعودة لقيادة المنتخب الوطني موقع بطولات قال الأسوات تعالى جناح جنوب أفريقيا السابق بيقول أعيدلنا موسماني رجعت جاردة الوطن وقالت منتخب جنوب أفريقيا بيرد على حقيقة التفاوض مع موسماني ونقلت عن المنسق الإعلامي لمنتخب الأولاد دومونكشيمافي قال إن احنا عندنا جهاز مستقر وما اتطرحتش حاجة زي كده لكن كل هذه التكاهنات الصحفية أو الإعلامية نفاها موسماني تماما وقال إنه ما تمش طرحة أي شيء وأنه الرجل دايما وابدا بيأكد على ساعته بوجوده في النادي الآلي واهتمامه كبير جدا وهو موسماني يحسى في الجدل في الأهرام حول الرحيل على الآلي وقيادة منتخب جنوب أفريقيا وبيأكد ساعته بالاستمرار إياكش بقى يتقفل الملف ده أشك تشك ما هو أنت حتفضل في هذا الكلام الغريب الذي ينال من لعبتك وينال من أجهزتك وينال من مصدقيتك وينال في علاقاتك مع الأندية الأخرى شيء غير محترم بالمرة وشيء لا يمكن يكون محدى صدفة ولا بد من مواجهته بكل الوسائل وأولها معيير المساق الإعلام يعني زي ما أنت النهاردة بتتكلم احنا لسه الدوري ما اكتملش الموسم ومواقع تتكلم على مين اللي حيمشي من الأهلي ومن ضحايا الموسم والأهلي بيفاض مين سيبك من الكلام ده كله خلاص الناس أصبحت عندها زي الخبرة يا جماهير يا جماهير الأهلي اتحدوا خلف الأهلي وسبنا من التنظير على بعض وسبنا من التحفيل على الغير مناش دعوة بقى خلينا احنا دعاات خير ودعاات روح رياضية عشان نباني ان احنا اتعلمنا حاجة من هذا الآن ده كلام مهم جدا لكن هناك كلام كثير جدا بعضمة لسانه هم يرمون الحقيقة في السلة بالضبط كده رموا الحقيقة في السلة ورموا معها حاجات كتيرة جدا مهمة انت ربطت في البداية او في الاستهلال بتاعك بين كل اللي بيحصل وازمة مباراة قمة السلة عايز تعرف اي قزمة ارجع للأساس ايه الموسم ابتدى في كرة السلة بقرار المتحاد السلة بالمنع ولكنه كان قرارا يعني تم تنفيذه بقدر كبير من المرونة فكانوا سايبين ان الاندية ممكن يحضر بعض الاجهزة الرياضية من الاندية الشخصيات البرزة على اعتبار برضو يعني طالما انه مفيش مشاكل ليه لا ام فضلة الامور ماشي ام ولعب الاهل في ملعبه في ظل هذه القاعدة ولم يحدث اي شيء ولعب الزمالك بقى المشكلة اللي ادحكت بقى في الموضوع اللي يصير دهشتك هذا الامر انفجر لمشكلة الاهل وزمالك اللي في ملعب الزمالك بدايتها كانت ايه ام الزمالك وسموحه في هذا الملعب تحديدا ام حصل مشاكل جمدة جدا والجماهير اعتدت على بالالفاظ وكادت تعتدي بااا بدنيا على الحكم في وجود المسؤولين وشكاوى ااا اتقالت وسباب يعني تجاوزات جمدة جدا فالتحكرت السلة اتخذ قرارا وكان برضو عايز يسيب يعني ان الاندية تتحمل مسؤوليتها واخد بلك هو هو منع الجمهور من الفين واتناشر بس كانت متسابة زي ما انت بتقول ليه الاندية مع بعضيه طيب انما التعكر السلة قال ايه نتيجة هذه الاحداث الزمالك وسموحه الزمالك وسموحه اه يعني الزمالك سبب المشكلة ايه القرار اللي اتاخد قرار غير جدا كان ينبغي ان يكون العقوبة موجهة لزمالك ان الملعب دا يتحرم الملعب دا يتحرم من جمهور مش بقيت ولكن طبعا توخت تحاد كرة السلة الكياسة وقال لك مش عايزين مشاكل يبقى منع الجماهير اا من الحضور وهالجماهير في المنع المطلق وحدده مجالس ادارات الناديين فقط مجال حتحددت اي وعد خارج مجالس ادارات الناديين مش مسموح له انه يتواجد طيب لو في افرد ان الناديين ما عندهمش مشكلة وحيخدوه على مسئوليتهم قال لك يبقى بموافقة كتابية ولكن الصغرة دي مش معناها انك انت اقول تلزمني وانا مرتاب جيه الاهلي يخش الصالة الكلام ده ما همشهد عيان فضل محترمين من الجانبين يعني كان البداية اا اعداد قليلة وبعد لعبة الكورة وبعد المشجعين عدد محدود خمسين ستين واحد وبعدين فجأة حصل هجمة اقتحام اقتحام المراقب اوقف المباراة اوقف التسخيل مكانش لسه فيه مباراة كله يطلع خدت وقت في خلال هذا الوقت انهال السباب بكل الالفاظ على النادي الاهلي في المجلس اقدرته حتى طالب رحمة الله عليه كابتن صالح سليم بلا منازمة في وجود سعادة وتفاعل من بعض لعب كرة القدم المتوجدين يعني مشارك مش ضروري يكونوا هما يعني انما متفاعلين حصل اصرار على خدت وقت ناس خرجت اتبقى حاولي سبعين واحد اللي كانوا عاديين كده فالاجهزة بتاعت نادي الزمالي اللي تقوم بتعانوا هنا بعيدة عن الكاميرا في الجنب التاني ده كان فيهم شوية انسات وبنات وهم نازلين راحوا مخارجين من الصالة لكن في المدخلين بتوع الصالة فضل اجزاء من الجماعية هاتهجم تاني كل اللي قاله الاستاذ عمري فاروق وزير رياضة الاسبق المجلس الادارة نائب رئيس النادي ونائب رئيس النادي ان يا جماعة الاجواء دي لا تسمح بخامة مباراة فيه بقى منوشات بتاعتي واظن ان انتو معنيين بتطبيق اللايحة لم يذكر احد بالاسم هذا هو ما قاله الاستاذ عمري فاروق ولكن في المقابل خلاص انت بتمارس بتمارس حقك وتوجسك اللي بيدي يقولك هو انا لما انا كنت عندك وانا يصح اقول لك خليت بيبو اخرج هات صح تقول لك خليت بيبو اخرج لو كان النظام بيقول ما يبقاش مجول يصح تقول لك خليت بيبو اخرج لو كان جزء من التجاوز من المشكلة اهه وجزء من المشكلة لكن انت صاحب المشكلة اللي اتمنعت بيها لتاني مرة بقرار خاص بيك انت والمشكلة حصلت في ملعبك انما النظام يا استاذ ابراهيم المشكلة ان عدم قبول النظام وان احنا اكبر من النظام ده وصل الامر في الاخر لما الماتش بقى حيتلغي اولا قعد كبار المسؤولين كبار المسؤولين ترك القاعة وقال لهم لما الماتش يبتدي يبقى يكلمون مسؤولين في لجنة الزمالك في لجنة الزمالك اه ممكن يكون استاء من المشكل وما حضرش وزكاء وحصافة مش عايز يحضر اي تجاوزات تحصل يبقى شاهد عليه والسفاب شغال تجاوزات بالبودي لانجوج بالالفاظ جوصل الامر ان لما الماتش خلاص تقرر من جانب المنظمين انه لقى خلاص الماتش هيتلغي فابتدى ياخد لعيب الفريقين ناحية ملعب معينة كابتن شيكيبال خد الكورة بتاعت الباسكت ورحت ناحيتهم اللي موسعوا كده بانا عايزت مرة عايزت مرة ايوة للعيبة الاهلي قابلها اه دار على المسؤولين في النادي الاهلي يقول لهم انا لا انا لا مش انا مش اخبت اه انا فوق النظام انا فوق التعليمات انا فوق اي حاجة طيب النهاردة البعض يريد ان يأخذ الامر في سياق التعنت مع وجود الكابتن شيكيبال اللي مثل هزي الامور لان هو اللي قابل كده قادل جماهير الى طيب لو ان افرد ان ما فيش حاجة زى كده افرد ان كل الناس اللي موجودة حتلتزم اه طب انا لاعب سيبك بقى من النادي بتاعي نادي بتاعي محرج مني وانا رمز ومش عايز مشاكل زيادة عن المشاكل اللي موجودة فقال لخلاص مش مش مشكلة مش هلعب المباراة لو انتوا قصرتوا لخروق هؤلاء النبو ومنهم الكابتن شيكيبال بس انا بقى فين حب للنادي بتاعي فين حرصي على مصلحة النادي بتاعي لو انا فعلا مش بحب نفسي اكتر من النادي واكتر من اي حد هعمل ازاي انا اللي هرفع الحرج عن الجميع وانتصل للنظام لا وبعدين اصلا انا النظام مش يتوضع عشان اقول رأي فيه اللي بيقول رأي فيه اجهزة اخرى لكن وضعه ليطبق مصرف النظر عجبني او لا مش النظام اللي عجبني اه انافزه والنظام اللي مش عجبني ما نفزوش ماينفعش دي بالضبط المشهد يا اصدر ابراهيم بتاع كورة اليد بتاع بطولة العالم نفس المشهد رئيس اتحاد هو المسؤول تلجنة منظمة واحد مسؤوليها الكبار على تطبيق النظام النظام بيقول ايه ما هو لما تبقى مش ميصدق جدية النظام بتتصرف بالطريقة دي العالم كله واخد الامر جد اللي احنا ها ها الكورونا الفقاعة اول مرسمع الفقاعة في البطولة دي هاي انت عايت تبقى جوال الفقاعة ولا خارجها لا عايز اكون موجود جوال الفقاعة مش هتخرج وقادي المصار مش يخرج مرة ينبه واثنين ينبه وثلاثة ومش يكتفي بان هو اللي بيخرج وبيستدعي بعض من له بهم صلاة انه معاه ويرفقوه ويخش ويخرج هذا نظام خطير على مستوى العالم هذه خروقات كبرى في واحد هو المسؤول عن تنفيذ هذا يعني كان الاولى به ان ينفذ لما يجي الاتحاد الدولي ياخد قرار لا دي مؤامر عشان النادي الاهلي وانا مكنتش هعلق الا بالزاجة بالنادي الاهلي حتا هو بيبعد هشام ناصر من الاتحاد الدولي يبقى هو الاهلي ما بقولك اه بدلا ما يقولوا ان العالم مهتم بيدية في هذا الامر اه لا يبقى الاه دي بتصل لاستبعاد منتخبات من استبعاد العبيد في كسر عالم للاندية الموضوع بدلا ما تبقى انت الراعي تطبيق النظام لا انت بتبقى جوز من خارقه والتهكم على اي جزاءات تيجي عليك نتيجة خارقك لنظام اللي انت مسؤول عن تطبيقه انت شايف شايف المشهد عامل زي يا جماعة والله انا خاطب العقول انا مليش دقى بالمشاعر العمالة مضللة وانا يوسفني يوسفني تاني الكابتن ايمان يونس بقيمته يطلع ياخد الموضوع في السياق غير كده كابتن ميدو ولو انه رجع تاني رجع نفسه وقال انت هتورينا الحاجات دي كلها لكن يا جماعة هواحنا هنوصل ان احنا النظام اللي عجبنا النفذ واللي ما عجبناش ما ننفذوش واذا طبق علينا يبقى مؤمرة ضدنا وتحيوزا للاخرين هو الاهلي بيقولك هو لو كان نجوم الاهلي هتقدر تطلعهم هم حيطلعهم مش حيستنوني ان انا اقول لهم وليه ما يطلعوش لو النظام يقولي يطلعوا في الوقت اللي كلنا نقعد نندغ الليبان كده ونتشدق بما فينا المحترفين في الخارج يقولك ده رأيش وزراء السويد لو كسر اشارة بيتخذ الغرامة وبيتفحها في ساعتها لكن انما يجي طبقا النظام عليك لكن الكامتب والهادي لا هانا لا هانا لا اه اتعودنا على كده دي ثقافة ابراهيم هذي ثقافة تاخذ عقول الصغار الان وتكون شخصيتهم ووجدانهم انت ليه انتفضنا قدام تويتا كتبتها هنا جود نسبت الها هي مش ممكن تكون كتبت نسبت اليها وانتفض الاهلي قبل ما البنت دي يتزرعوا ثقافة الهانا هشربوا على بقى اه طبعا وكانت العقوبة مفاش اقافاته بتاع اه توافقا باني لا دي دي ارثة ودنه صغيرة واستجابه ايوة لكن لو تركت الامور كده هتخلق هذا النموذج الذي لا يقبل الا النظام اللي يجي لمصلحته ايوة مفيش حاجة اسمها نظام يجي لمصلحته ما فيش حاجة اسمها نظام اتبر اطبق المعايير اللي هي اتفيدني بعد النظام ما يطلع كل حاجة كده حط معايير يقول لو طبقت المعايير دي طب احنا عمالين نتكلم دلوقتي في التصنيف بتاع الاتحاد الدول بتصنيف التحاد الافريخي في كرة القدر كلها ايه نظام التراكم مجموع البطولات ما بيقولش اللي خد اكتر بطولات مين اللي عنده نقاط اكتر يبقى دل في المقدمة هذا هو النظام العالمي فلا احنا نحط النظام ده لان النظام ده بيقدم ده بتقولها امتى بعد ما تظهر النتيجة مش بتقولها من بدري ان انا بدليل انك انت قابل ان يطبق واستمر النظام في القرن الواحد وعشرين ما بتحتاجش عليه لانه افادك رغم انك مش متصدق ام يا سيد ابراهيم محدش بياخد القانون في ايده محدش بينفز اللي يعجبه من النظام ويرفض محدش بياخد المجتمع انه كل محد يجي حاسبه لانه بيكرهني لا لانا خرقت النظام بكس كده اي اي طب مين اللي حط النظام زي ما المهان سعد اللي قال لكم فين خلاصة الدنيا كانت ماشية يوم عشرين مارس الزمالك واسموحة حصل الشغب اللي حصل من جمهور الزمالك خد اتحاد السل القرار مش مسموح ابدا بحضور جماهية ومجلس ادارة الناديين والمدير التنفيذي غير كده لا ده القرار اللي اتاخد لما حصل خرق لهذا القرار مين اللي خد قرار العقوبة الاتحاد المصر لكرة السلة المنظم للعبة ولا حد تاني الاهل علاقته ايه بقى بالموضوع ايه العلاقة بتاعت الاهل ولما يوقف هذا القرار نتيجة شغب جميل الاهل اللي اخد القرار الاتحاد المصر لكرة السلة ونائبه الكابتن محمد عبدالطلب وده راجل نجم الاسكندرية الكبير السابق مالوش علاقة بالنادي الان ولا رئيس الاتحاد مش ممكن يقول لك طب وانا مالي انا جمهوري عمل ايه مسلا تعخيرت كل جماهير على الخطأ جماهير نادي ما تسألوا الاتحاد ما حاش بيتكلم على مسئولية الاتحاد اللعبة صاحب القرار اللي عبر عنه الكابتن محمد عبدالطلب في نشوفه طبعا القرار اه اتطبق بناء على تقرير مراقب المضاعدة على تقرير اللوايح زكاهية وبعد رجوع اللوايح وتم احضر القرار من مجلس تجارة الاتحاد خلاص اعتماد فوز الاهلي هزيمة الزمالك تغريب نادي الزمالك 30 أول 6 ديه ونقل مباراة خارجنا العب طيب دلوقتي القرار بهزيمة نادي الزمالك هياخد نقطة الهزيمة ولا مش هياخدها؟ هياخدها تمام هياخدها طيب الليحة بتنص على كده ولا لازم يبقى فيه انسحاب؟ لا ما بتنصش على كده في جزء في ليحة الشغب وده اللي اعتمد عليه المجلس الإدارة في حالة وجود شغب وفكرار الشغب من أحد الجماهير الفريقين يتم تحديد فريق الفريق لم يتم التطرق تماما إلى الفريق الأصل حضرتك راضي عن قرار عدم حضور الجماهير في كل المباريات؟ لا بطي يعني عشان نكون واضحين خلينا بس خلينا عندنا محدد رئيسي عشان نفس بتتجاهده اللي فيه حاجة اسمها كورونا وفيه تعليمات من الدولة وزارة الصحة وزارة الرياضة بعدم جود التجامعات الجماهيرية والدليل إن احنا فيه كذا طولة أجلناها ورجعنا أخذنا موافقة الزارة على استعمال عدد من المجلس الإدارة فده محدد الأول لكن احنا طبعا أي حد رياضي يلعب اللي أعبابي يحب يتمنى يشوف الجمهور موجود في الصلاة وموجود في الملعب يتفاعل ما بين الجمهور والعجين فطبعا كلنا يتمنى جود جمهور لكن احنا عندنا المحدد الأولاني اللي هو وجود الكورونا ثانيا إن الدولة لم تسمع موجود منهم يعني الراجل بيشرح الأسباب جزء من الأسباب في التجامعات البداية لا علاقة بالكورونا أين كانت الأسباب أنت النظام بتحط هو ليه مش عايزين نتطبق النظام هو المشكلة بسبب أن الأهل يأصر على تطبيق النظام ولا أنت المشكلة حصلت لإصرارك على عدم تطبيق النظام وبعدين تلوم وبعدين يقول لك ايه مبارات الدور الأول مكانش لسه المشكلة بتاعتك انفجرت بس وبعدين لم يعدس فيها شيء إنما وأنت يعني أنت بكرة لو هتلاعب الأهل في الأهل مش هتصمم من الصلاطيف ده هتصمم من الصلاطيف حتى لو فيها مين حتى لو فيها مين اللي اتطبع الزمالك هتطبع الآل واطبع الاتحاد النظام اللي يقول كده النظام اللي مش عجبني بيقول كده لازم ألتزم بيه هي دي القاعدة أي أي ناس عايزة ترتقي أي ناس عايزة تخدم مجتمحها لازم تدي النموذج إن أنا النظام إن ما عجبنيش لحد ما يتغير أنا هطبق هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف إزاي بيترمي الحقائق والصدق وكله في السلة بعد الفاصل أعلم محاضاتكم من جديد شوفنا المهندس عادلي حكالكم نقلا عن شهود العيان لأنه كان فيه ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة النادي اللي موجودين في المنصورة والله فيه حد تاني وفيه كمان حتى نقلا عن ناس مسؤولة عندها وجهة نظر محترمة من نادي الزمالك قالت برضو الكلام لكن رؤية الطرف المؤثر في الأحداث رويته إيه؟ اللي كتب التقرير واللي رصد الواقع واللي أثبت المخالفة واللي بموجب كلامه وشاهدته الاتحاد أخذ القرار هو مراعب المباراة هو الشخص المعني في المقام الأول هو المسؤول الأول عن كل اللي حاصل اللي واقعي زكريا نسبت إليه كلمات كتيرة جدا وكلام هيرد عليه هو بنفسه بعضمة لسانه لكن اللي هو يحي زكريا سؤل في عن حقيقة الأحداث وهل كان يمكن الاتفاق الود فيها ولا لا نشوفه اللي حصل ببساطة زي ما نشافت في التلفزيونات وبعد كده على صفحات تواصل اجتماعي المباراة كان معادة الساعة ستة توجهت أنا للملعب ساعة خمسة وربع بدري عن المعاد عشان ننسى مع الزملاء من فجال الأمن سواء الشرطة المدنية أو أمن النادي الإجراءات اللي هتتم طبقا للخطاب المرسل من التحكرة السنة الأمنية بتاريخ 21 ثلاثة بين الحضور داخل الصالة قاصر فقط على عداء مجالس الإدارة للناديين تمام يعني الأمر واضح ومحدد ومفيش فيه أي لبس المتواجدين بس هم عداء مجالس إدارة النديين ده حاجة واضحة وكل نادي مقدم كشف الاتحاد بس مع عداء مجالس الإدارة اللي هتواجده وعلوه على المدير التنفيذي لكل نادي آآ قبل التوقيت احنا من الإجراءات المباراة إن قابلها بتلت دقائق قبل الساعة ستة الحكم الأول للمباراة بيدي إشارة البدء اللي هي بيشاور بتلت دقائق ويسفر وهنبدأ آآ قبل الساعة ستة ممكن بديع واحدة فجئنا بأعداد كبيرة جدا داخل الصالة ما كانش فيه حد موجود في البداية غير زوجات بعض اللاعبات كورت السلة للفريق الزمالك تحديدا كانوا موجودين وكانوا عادين في المقصورة وفيش أي مشكلة خالص وعدد من أعضاء مجالس الإدارة سواء للمعيدة أو النادي دوت وباقي اللاعبين الاحتياطيين سواء من النادي الزمالك أو من النادي الأهلي اللي هم خارج القايمة بتاعت المباراة هم زي ما أقول لحضراتك قبل المرش والضبط بديع وديع وشوية آآ أعداد كبيرة جدا داخلت من الباب كعصصالة الخارجي هم وآآ جريوا جد بسرعة جدا داخل الملعب وآآ قاعدوا في المدرزات بكمية كديرة طبعا فيه الزم من الناس كلها ومننا شخصيات ناحية محيز السعليمات بخروج الجمال الشرطة بازلت جهد كبير جدا 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 في حقيقة وأمن النادي برضو بازل جهد معهم وكانوا موجودين مدير النادي ومدير الأمن ومدير النشاط الغياضي الزملة موجودين لأنهم عارفين أنه أنه في التزام هيتطبق بخروج الناس بدأوا يخرجوا الناس آآ بس خدنا وقت كبير جدا خدنا حوالي من خمسة واربعين لخمسون جهة آآ عدا تواجد في النهاية آآ برضو عدد من طيب سيادة اللواء القرارات دي هل هي من أول الموسم ولا بعد أزمة مباراة الزمالك واسموحة حضرتك القرارات الجواب اللي احنا بتتكلم عليه ده أول كان بعد أزمة اللي احنا شوفناها برضو مقش مزمالك واسموحة واللي حصل في صوتك آآ طيب كان زي تفعيل من القرارات قديم برضو بعد دخول الدنيا وده اللي احنا قلناها بارح يا جماعة رجاء عن إخلاق الصلاة تمام رؤية التفصيلية اللي قالها لكل مهانس عدلي بس في شرطة تعاملت مع الجماهير اللي اقتحمت الصلاة زي ما مرائب المباراة قالوا درجة اللواء وفي نيابة بتحقق يعني في جهات مسؤولة أثبتت وقوح هذه الأحداث النادي الأهلي ماله انت ليه متخيلين أن النادي الأهلي كان هو اللي ممكن يغض الطرف عن كل التدوزات اللي حصلة لأنه لم يغض الطرف حتى لو 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 حتى لو غض الطرف في النهاية منظم المباراة مرائب المباراة زي ما قال لكم اللواء يا حيان زكريا قال لك ده مش مسموح به كان مسموح به قبل عشرين مارس كان عادي النادي الأهلي كتابيا يقول لا مانع من حضور الجمهر ازاي يقولها يعني اه ازاي يقولها وبأي حق يتناجع من حق النادي الهلي وهو الاتحاد قال لك أنا من بعد واحد وعشرين مارس خلاص مش مسموح لأي فريق يتوجد له غير اعضاء مجلس الادارة والمدير التنفيذي غير كده لا وقال لك الاتحاد بعد خد من الاندية قوائم او قيمة بأعضاء مجلس الادارة المسموح بدخولهم ازا في نظام وفي اقتحام للملعب وحدثت بعد كده تجاوزات كتيرة جدا لابد النجاهات التحقيق الرسمية رأصدها وبتحقق فيها ما يقول لك خادية خمسة واربعين لخمسين دي على فكرة في ظل الجزء الاول يقوله كان في جمهير كتير جدا كان ممكن يلغو المباراة بعد تلت ساعة. اه طبعا. بعد تلت ساعة. ده استنى كتير. دم هو عشان جامل. اه. وتصرر حيقدر يحل المشكلة. استنى كتير. ما كانش عارف ان صابره ده هيحملوا مزيد. خمسين دي هي. هيحملوا مزيد من التعنل. اه. وخرق النظام. طيب. يسيبوا الكلام ده كله ويسيبوا التجاوزات دي كلها ويسيبوا السباب اللي حصل ويسيبوا كل الاعمال اللي حصلت والاقتحام والناس يتكلم على الاهلي. وان الاهلي لا الاهلي بيحترم الزمالك جدا. الاهلي بيقدر الزمالك ويقدر العلاقة التاريخية الكبيرة اللي بين الناديين. واعتقد المستشار رئيس اللاجنة المشرفة على نادي الزمالك اللي اسبوع اللي فات قال الكلام ده. قال على موقف الكابتن محمود الخطيب وهم سندته لنادي الزمالك. وكلامه الواضح ما بنفوضش حد من لعبة الزمالك. حفاظا على كيان واستقرار فريق الزمالك. ووجهه له الشوك. ولما سئل ده ساعدكم في تجديد العود قال لك طبعا. هي دي المواقف المسؤولة. بسي هذي المواقف مش عاجب البعض. مش عاجب البعض صدقني. طبعا. طبعا في ناس عندها توجهات تانية. وفي ناس عايزة فعلا المشهد يفضل ملتهم. صدقوني. مش لصالح الطرفين حتى. لصالح الطرف التالت. اللي محدش عايز يشاور عليه. هذا التجدير للعلاقة. لمصلحة اطراف اخرى فقدت وجودها. اللي ما زالت ادواته هي اللي بمصدق. نفس الادوات. محدش عايز ينتبه. محدش عايز ينتبه. لكن حتى من ضمن الكلام الغريب جدا. لا اصل اللي هو اياحي زاكرية. بناتوا بيلعبوا في النادي الاهلي. اه ده كده يبقى غلطان جدا. لو بناتوا كلهم بيلعبوا في النادي الاهلي دي تبقى غلطان. غلط في اختياره. لا ده كمان هو اللي كان المرائب بتاع المباراة الاولى في صلط النادي الاهلي. واللي سمح بدخول جماهير النادي الاهلي. والنهار ده جاي يمنع. يبقى برضو ده اختيار خاطئ جدا. اللي هو اياحي زاكرية مرائب المباراة. بناتوا كلهم بيلعبوا في النادي الاهلي. نشوفه هو عليه. طيب المباراة الاهلي كان فيها جمهور. ايه ايه كان الفرق ما بين او ايه الاجراء اللي تخز ان اتمنع في مباراة الزمالك ان يبقى فيه جمهور. هو اللي حصل في مباراة الزمالك دوت كان تأثيراً للي حصل في مباراة الزمالك اسموح. تمام. انما كان فيه ضمنياً فيه اتفاق ضمني وليس مكتوب زي ما بقول وضح لك يا بالزبط انه لو الفرقين ارتضوا بوجود جمهور كان بيصمح بوجود الجمهور بناء على طرفين. وده اللي حصل خلال الفترة اللي فاته. في مباراة الامس يعني مباراة الامس لو الفرقين ارتضوا ان يبقى فيه جمهور كانت هتتلاعب بجمهور؟ كنا هتتلاعب مش بجمهور بالناس اللي هي مشجعين في عالم اللابة او اللي هي اول امور او اللاعيبة او الاجهزة الفنية سواء من نادي زينا او من نادي اين. دول دول بيسمع بتاجد. غير ما سمو في تواجد اي حد. انما ماتش مبارح ده واتجاه بعد اوام واحد وعشرين ثلاثة بعد اوام واحد وعشرين ثلاثة وبعد احداث الزمالك وسموحة فكان معروف مسبقا واحنا مبلغين النادي تحديد ان انا مبلغ المسؤولين في النادي قبل ما اروح اني مش هيتواجد اي حد خالص غير اعضاء مالي بتاجد الناديين فقط لخير. تمام. طيب سيادة اللوة اسمح لي برضو اقول لك ايه الكلام اللي وحضرتك ليك حق الرد طبعا بيتقال ان حضرتك جملت الاهلي في التقرير بتاعك او في الغاء المباراة لان اه 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 اولاد حضرتك بيلعبوا للبنات بيلعبوا في النادي الاهلي. اه 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 اولاد البنات انا ما عمدوش غير بنت واحدة ومنبطلة 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 باسكت من ثلاث سنين. اه اه الناس شافت الوضع البارح كان عامل ازاي. احنا كل اللي طلبناه اخلاء المطرجات بمنطقة البساطة تنفيزا لتطبيعا للنوايح. الناس كانت متعاونة في البداية عادة في النهاية تبقى حوالي من عشرين لتلاتين واحد بالزبط موجودين. اه اه بدون تحديد اي اسماء بدون تحديد اي شخصية طلبنا اخلاءهم من الملحة. ولو كانوا خرجوا فعلا طبقا لان احنا عدنا حضرتك ساعة وتلت. وبعد الساعة وتلت دايت انا طلبت المسؤولين في الفرقتين مبلغتهم ان اخلاء المدرج لو تم هنبدأ المباراة. لو ما تمش خلال عشر دقايق هلج المباراة. والعمل كان واضح جدا. اه كلنا شفنا المشهد سواء على التلفزيون. اه. او على صفحات تواصل الاجتماعي بعد كده. وهي بتصور او بتستعيد الفيديوهات. يعني حضرتك بلغتهم قبل ما تاخد القرار وكنت موضح الامور كلها. طبعا الامور كانت واضحة جدا وهما شاهدين وشايفين. واردودهم كانت ان دولت اه مجموعة من نجوم النادي. اه. ولعيب الكورة طبعا على عين وارسنا نظوم النادي هنا او هنا. بس ما ينفعش لانه قرار واضح. بعد ان نقول جمهور غير اعضاء مجالس الادارة. تمام. الحقيقة ان اوتوتين عايز اتوقف اه امامه. النظام ده. اتاخد. بعد. او 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 الاسرار على تنفيذ النظام بصرامة. حتى بدون اتفاق الناديين. بعد مشكلة سموحه وزمالك. فما سبق هذه المباراة. محدش يقول ليه. وحصل ليه. لان كان بيحصل في ها مرونة. شعرت عاد كرة السلة انه قد اخطأ فيها. ام. فقال لك احنا ربلغنا الاندية وحددنا له دون القوائم قبل المباراة اللي حيكون لها حق الحدود. ام. فقط. دي حاجة. مسألة بقى ان هو له بنات بلعبه في الاهلي. دي مسألة هو قلب من ثلاث سنين. طيب هنعتبر ان هو. قالك بنت واحدة. يا زيدي. هنعتبر انه اهلاوي. ام. خلاص. ما حيقول لك. هو انا احسبه. على انه اهلاوي ولا احسبه على انه خالف الحقائق. وهو مش اهلاوي الرجل خالص. اه. انا بقول لك مش عايز اخدش في جدد. مش عايز اضيع وقتي. ام. انا كل اللي يهمني هذا اللواء المحترم. قد رصد الحقيقة. قد نفز التعليمات اللي مش هو واخده. ده الاتحاد واخده بيكلفه. بالمراقب التنفيذة. هو جاء ليراقب تطبيق نظام. ليس لديه الحق في الخروج عن هذا الاطار. يعني اهواء وميوله مهما كانت مع او ضد الاهلي او مع او ضد الزمالك ليست لا علاقة. في انه طبق النظام. ادى المهلأ اللي فيها مجاملة. محدش بيستنى فرقة. لمدة ساعة. بالعكس. كان من اول تلت ساعة لها. ولكنه كان عايز يعني يوصل لحل يعني اكثر توافقية. فمن فضلكم كفاية ضغط على الحقيقة ولي الحقيقة. ما قاله مراقب المباراة هو ما حدث وتنفيذا للائحة. ماشي على الجميع. وهي عقوبة نالة الاندية بناء على خطأ من نادي الزمالك اصلا. فالمحدش والنبي يقعد يكلمني وينظر ويقول لانه بيعلم انه ما بيقولش بالحقيقة. طب كل اللي حصل ده حمادة وبعد الفاصل حمادة تاني خالص. اهلا بحضراتكم الجديد. شفنا الازمة وشوفنا الطرف الفاعل والمسؤول والحاكم والقابض على الاحداث اتحاد المصري وكورة السلة. النادي اللي قال علاقته ايه? النادي الطرف موجود. ضفع على منظم المباراة. نالوا ما نالوا. وعلى فكرة التجاوزات كانت كتيرة جدا. جدا. انش راضي اقولها. وكان حتى في الفاصل موان سعد لي بيستح انه يكرر اللي سمعه من شهود ايانه على اللي اتقال. فحق النادي الاهل ورموزه. لكن الاقي برامج بقى. الناس اللي بتتكلم على الاعلام. برامج في الازاعة وفي كل القنوات كلها ودت الموضوع في سكة واحدة. انه الاهلي اتجامل وانه الاهلي الاتحاد المصري جامل الاهل واعتبر الزمالك مهزوم. وحدش يتكلم في التجاوزات اللي حصلت. ميدو كان نموذك حي لانفعاله على الهوى على اللي حصل رغم وضوح الرؤية. نشوفه. كان من حق النادي الاهل انه هو يقول اه ومجلس ادارة الاهل انه هو يقول اه ان الجمهور لازم يخرج. لكن كان لازم كان لازم ان مجلس ادارة الاهل الناس اللي موجودة كان لازم يقدروا العلاقة التاريخية اللي ما بين الاهل والزمالك. وكان لازم يقدروا النجوم الكبار اه لكرة القدم اللي كانوا موجودين في الصالة ويقدروا اسماءهم لان دول ناس صنعوا طاريخ لنادي الزمالك ومنطقة بمصر. كان لازم مجلس ادارة الاهل يحترم الاقلاقة التاريخية الكبيرة الكبيرة جدا اللي ما بين الاهل والزمالك. ايه يعني اعايز افهم ايه هو الهدف. ويا ريت لو في حد من مجلس ادارة الاهل يطلع يرد علي يقول لي ايه الهدف ان انا طلع الناس دي. الراجل لسه طالع في التلفزيون الاسبوع ده بيقول انا بشكر الكابتن محمود الخطيب ان هو ما تفاوضش مع اي حد من نجوم نادي الزمالك. وان انا بمدي ايدي للكابتن محمود الخطيب. وده اللي النادي الاهل كان بيطالب بيه ان يبقى فيه روح رياضية. وان يبقى فيه الناس قريبة من بعض. وان مهما كانت الخلافات الناس ازم تقضي عالترابيزة لان الكبار كبار. اخيرا. محدش هيعرف فيه كسر نادي الزمالك. وشابو وتحية للو اعماد عبدالعزيز بان هو رفض ان نجوم الكورة يطلعوا برا الصالة. وتغور نتيجة المباراة. تغور نتيجة المباراة. تحية للو اعماد عبدالعزيز رئيس نادي الزمالك. بانه هو رفض ان المباراة تلاعب. وان الناس رموز نادي الزمالك الكبار يطلعوا برا الملعب. وبطالبه ان هو ينسعب من الدوري. بطالب اللي هو عماد عبدالعزيز ان هو ينسعب من الدوري بتاع الباسكت. مهما كانت العواقب. طبعا واضح واضح انه كان رأي عاطفي محدد. اما قطع عود تغور المباراة. وتغور نتيجة المباراة. وهو مش قادر يفهم كويس اوي ان الموضوع ليس طلعوا علاقة بالاسماء المتواجدة. رغم ان هذه الاسماء المتواجدة قامت سابقا وخلال المباراة بتوجيه الاساءات. ورغم هذا الاهي ليس له نقطا او جمل في هذا الامر. غير ان يقول انا موافق. طلع. اه بعد كده انه مش من حق يقول انا موافق. خلاص من بعده ماشي اسموح. قال مباراة بدون جماهية. ام. طيب. وهو حتى لو الاهلي اهل انا موافق. لا غلط من النادي الاهلي هو ان انا موافق. مالهاش دعوة مين اللي يا جماعة انتم كده بتحطوا ان النظام يمشي على جميع الا فلا. الا انا. هو ده بالزبط اللي مش عايزين نعلمه لولادنا. مفيش حد كبير على النظام. مفيش حد كبير على المصلحة بتاعت الكيان. واللي يحرص على مصلحة كيان ما يحرجش الكيان. مش ان هو برافو. انك انت ضحيت بمصلحة الزمالك. اللي بيشجعه الملايين. عشان خاطر انك انت اه تنتصل لرغبة. اه نجمة. ايه علاقة ده ايه الاهانة في انه النظام ما بسمحش بالحضور. ليس في اي اهانة لاي حد. لو انا داخل. انا كنت رايح اتحد الكرة مرة ممثل عن نادي اللي معاي جواب. في الجمعية العمومة. كانت شو بدأ بيه اللي رايح رايح فيه. قال لي لا ده لازم يعود المجلس اقدارة. هو انا ما كانش ممكن اقوله تاريخي وكياني وانا جاي بجواب من نادي اللي. متفيد. الله. الله. كده فعلا نظام شكرا. ما خدش ثانية مني. اه? ولا ينتقس. طب انا بقى لو صممت عملتها قضية كبيرة واحركت نادية. احركت نادية. اه هم. اللي عامل جواب ويقوله ويدافع عن قراره حتى. مرضيتش ان انا حط النادية في هذا الموقف. ملاف? النظام كده يعني انا مش هشوف جوه غير اعضاء مجالس اقدارات النادية. قال لي ايوه. قلت له خلاص. النظام يمشي عالكل. هو ده. هو ده زي كنا عاديين نعلم اللاجئة القادمة احترام النظام. اللي ممكن الاهل يحط نظام. ويطالب اعضاءه جماهيره باحترامه. اللي لازم نادي زمالك هيحط نظام. ويطالب جماهيره وعضاءه باحترامه. وهل ازاي? ازاي انت اللي بتقولهم بس نستسنى منهم فلان وفلان وفلان. وهل? وهل كان مطلوب من اعضاء مجلس ادارة النادي الاهل اللي موجدين في الصلاة. يسمعوا السباب والشتاب اللي حصلت من هزي الجماهير. بشكل فجل جدا في حق. رموز سابقين من هم الكابتن صالح السليم عليها رحمة الله. ومجلس الادارة الحالي. لكنه الفكرة عايز مجلس ادارة يسمع كل هزي التجاوزات اللي هي دلوقتي اه تحت التحقيق. سواء في الشرطة او في النيابة. هل? ما حاجش تكلم ابدا انه هزي الجماهير اللي اقتحمت ودخلت سبت وشتمت وتجاوزت. كتير. عايز مجلس ادارة النادي الاهل يوافق على الشتيمة ويكتب اوكي انا موافقة شتم بس هنلعب المباراة. لا الاهل من حقه يرفض او يقبل. زي ما المهام سعد لي قال لكم تعليقا على كلام اللي هو يا حيز زكريا. كلام ده قبل عشرين مارس. بعد عشرين مارس بسبب الزمالك في مطشي سموحة اصبح مش من حق الطرفين يتوافقوا. طب ايه. النظام هيمشي. اقلب يا يا استاذ ابراهيم الموقف. اقلبوا بالزبط مئة وتمين درجة. اه. المطشي ده حصل في الملعب الاهل زمالك اصر على تطبيق النظام. والاهلي اصر على خرق النظام. واتخذت المبرأة. اللي فيها عقوبة كان المفروض. الاهلي يتعقب علشان اه اه جمهوره برضو هو اللي خرق النظام. هل كان اللغة بتاعة كل هؤلاء هتوبقى بالطريقة دي? ولا كنا حنشوف المنطق التاني اللي بقى يتحيز الى تطبيق النظام والقانون? هو الاهلي عايز يبقى فوق القانون? كان حيتقال كده علينا. لو احنا عكسنا الوضع. وحيتقال زي ما تقال من الكابتن ايمان يونس. نشوف. امهور يا زمالك يعاني من عقدة الاضطهاد. اللي بيشوفه ده مش عايزه يعاني. بيشوفه في كل حاجة. وفيه ناس بتتفنن بصناعة التعاصد. ده رجل دكتور جامعة عمل سؤال على بن شرقي كوميدي. حاجة حاجة كوميدية جدا يعاني. حاجات ماشي. ما هو مخرج ما بيعدش لقطة جون. مش عايزه يزعل. ما هو لعيب بتاعه بيتوقف بشكل معين. ولعيب ندي تاني ما بيتوقف. وانا مش بتكلم ده بقى زمالك دي شكوة كل الاندية في مصر. ان هي ما فيش العدل. الليحة العادلة. القانون العادل. على كلهم ما فيش رحمة. كابتن متحة شلبي. احد اهم. مش احد اهم. نمبر ون في المنطقة دي. غلط غلطة بيتحاسب. زي زي اللي لسه بيبتدي. وضع طبيعي. التناقض ده. التناقض ده. كابتن متحة شلبي نمبر ون غلط غلطة يتحاسب. لكن 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 جي كبالة يدخل اه يدخل. ايه يا كابتن اي ما بتقول ايه? يا كابتن اي من هو الموضوع بفصل محدش فوق النظام يا ابن الناس. وتطبيق النظام. كل اللي عندها بتعاني. بتعاني من ايه? من المجاملة الصارخة. انه بيتحط تحت رعاية الوزير وانه 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 وانه. مش عايزين نقعد نعدي وانه بالكلام ده. يا جماعة. الناجي الاهلي ما بيتصدرش غير فيه اللي له حق فيه. لانه عارف ما يخدشش معارك خسيرة. التناقض الغريب. بس اللي فات يأكد رواية برضو عضو في مجلس ايدارة نادي الزمالك السابق الكابتن حمدا انور. يعني اللي فات حمدا وده حمدا تاني. ده حمدا تاني خالص نشوف. مالك واخد اتناشر. اتناشر دور يعني. طيب. اتناشر دور. ده ده ده. لا طبعا. ده ينفع. معلش. يعني اتناشر مرة حمدا. الدوري برضو ليه عوامل كتير. ارد على العوامل. ماجي. اتحاد الكورة في الستينات مسكو زمالكوية. مش شرط يا كابتو. واي يعني. اها. اه والله مش شرط. امال ايه شرط. مش شرط بالعكس. لا امال يعني. بالعكس. يعني يوم المسكين الاتحاد المسؤولين عن اللي بيعينه الحكام. اه. ويده قرارات. اه. بيمتموا النادي الزمالك وخسروا النادي الزمالك. لا هو مش هيخسر. هو هو لما هيكون موجود. مش عايز يبين ان هو. انا بقول لك كابتن. مش كل الدوريات يا كابتن كانت فير. انا صريح وافضل اقولها على طول. يا انا. يا يا. انت خسرت دوري. بقى تاع كابتن حسن شحاتها. يا حمد. بقى افسايد من نص الملعب يا كابتن. كلكم. بقى. بقى. كابتن. كابتن. يا عمي ماشي. انت. مش عارفه ده مش عارف الدور ده ولا عارفه لا عارفه طيه هذه بطولة من واحد وستين مش مشكلة ده يلا الدين الستين بقى ايه بقى ما ممكن البطولة تجيب بطولات وانت عارف كده كويس بطولة تجيب بطولات او rays Bulb فقد البطولة يفقدك بطولات انتم خدتوا بطولتين وراء بعض في الدور يا ابني ماشى فين بقى فخدتوا البطولات بعدها لمدة 15 سنة انت برضو الحكام لا لا مش الحكام من تعرف أن ساعتها كابتن كان السبونسر للأندية وكالة الأهرام وكابتن حسن حمدي قعد أدي رئيس النادي الأهلي وهو رئيس وكالة الأهرام مش مهم دي النادي الأهلي ما كانش باعتمد على الأهرام بس عشان تبقى في الصورة طيب كان فيه رجال أعمال طيب طيب لا ما أنتو رجال أعمال ما أنتو واحدة واحدة الأهلي لو ما كانش ياخد بطولات كان هيبقى قيمته التسويقية كده لا طبعا انت رجل بتاع التسويق بس أنا في كل ده برضو نادي الزمالك ما بياخدش بطولات عايزه أخد زي الأهلي لا طبعا وبرضو عايز أتكلم أن منظومة النادي الأهلي مختلفة طيب يا حمال لا كابتن بس بغض النظر على النقطة اللي احنا بنتكلم فيها بس النادي الأهلي لا منظومته مختلفة وأنا حفضل وقلتها كذا مرة كابتن وفي كل مكان حفضل أقول أي حد هيقف على الخط في النادي الأهلي هياخد بطولة لأن النادي الأهلي منظومة أنا بكأنه حقيق بصراحة أي حد يمسك في النادي الأهلي يا كابتن هياخد بطولة ليه بيجي الشغل على أنظام موجود في كله بيتبع النظام ده محدش بيخرج بره فاللي ينكر حاجة زي كده يبقى لا يفقى شيف في الرياضة لا نادي الزمالك بقى يبقى كده لا نادي الزمالك على طول في سرعاتك كابتن يا كابتن حمادة لا فضة فوق كل اللي فات حمادة في دات حديثك وأنهتها بحمادة الحقيقي اللي هو لا الآلي منظومة واللي قول غير كده لا والنادي الآلي مش عارف وقمت التسوقية نبع من بطولاته هو ده يا كابتن حمادة ساعة الجد بكلام لكن حمادة الأولاني لا حمادة الأولاني عايش لأنه بيرتاح المظلومية ده الكابتن مالدي يقوله ايه يقوله ده في الستينات الأحراب كل رؤساء اتحاد الكورة زمالكوية يعني الكابتن حم زمورة بيرأس اتحاد الكورة هيجامل الأهلي يقوله لا يعني يقوله طب آخر دوريين بالمناسبة عمر الجنيني زمالكوي أكتر من أي حد على سطح الأرض والأهلي بياخد الدوري كم بيجامل الأهلي محدش عايز يفهم والله العظيم فيه ناس بيتبقى من كتر ما يحافظة مش بتفكر بس عارف عارف زي ما زي ما حمده بعد كده بقى حمده تاني اللي فات ميده واللي جاي ميده تاني خالص نشوف بداية الإصلاح جوه نادي الزمالك غير التطهير وغير ان انت يبقى عندك بلان ودراسة وستراتيجية وكل الكلام ده كله ان لازم الناس جوه نادي الزمالك وده قلت وفيه ناس زالب مني لكن انا فعلا مؤمن بكده وافضل اقول كده لغاية ما بإذن الله هيجي يوم لغاية ما بإذن الله هيجي يوم ان انا هغاير ده بإيدي ان لازم الناس اللي جوه نادي الزمالك واللي بتعبر عن نادي الزمالك في الاعلام ان هم يبطلوا نغمة ان الزمالك مصلوم انا نفسي ان الناس اللي جوه نادي الزمالك والناس اللي بتعبر عن الزمالك في المنافذ الاعلامية الرسمية وغير الرسمية الناس الزمالك ان هي تبطل ان هي تشتغل على النغمة لان دي اسهل نغمة دي اسهل نغمة دي المرواح نمر اتنين طول ما انت بتفكر بنفكر بالشكل ده خلال نقول انا كالرجل زمالكاوي احنا عمرنا ما ناخد خطر قدام صح احنا لازم كالنادي الزمالك نفكر ايه المشاكل الحقيقية اللي عندنا صح احنا عندنا مشاكل واضحة نحلها نعم واحنا بنكسب ممكن بعد فترة تبطيق تقول اوه الزمالك تظلم في الوقت الفلاني انما انا اقولك بكل صراح ما لهاش اي لازمة ولا اي داع ان انا دلت تتكلم اقول ايه ان لقب النادي الافريقي خلاص ماتت انت لما بتتكلم في حتة الظلم والكلام ده انت بتدي للعيد بتاعك عزر انه يتغلب مواندي اللي نبول عليها اه اكسكيوز يا عم اصحا حاجة ده احنا نادي مظلومين وبتاع لا فلازم الزمالك يبقى الناس تبطل قصة نغمة الظلم والمراحة واننا 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 مظلوم واننا كزا على فكرة لان اسأل حاجة اول واحد زمالكاوي اول واحد متربف ناس زمالك وزمالكاوي يقول النقطة دي يا كابتن ابراهيم اسهل حاجة ان انت تمشي على الوتيلة دي لان ايه دي الوتيلة اللي الناس عايز تسمعها وايه دي اللي تسهل ان انت اسمعها وتريحهم اسعب وتريحهم اه لان اصعب حاجة اصعب حاجة اننا مشي بقى ضدوك كلكم انت ديوقتي بتقولوا ان ظلم زمالك مفيش ظلم ناتزلك ما تظلمش ناتزلك ما تظلم ما فيش ظلم خلاص اوقف وقف الكلام ده واشتغل على مشاكلك والله يا كابتن ميدو الله ينور محعرف اقول الكلام احلم اللي انت قلته اللي مالوش دعوة باللي انت قلته قبل كده اللي انت ساعة الحقيقة ما بتعب بهدوء كده كراجل محترف ونجم كبير تصل الى الحقيقة وتصل الى اسباب التفوق ليس من بينها الانغراق في انك انت مظلوم وانا طول عمري بقول لهم يا جماعة احنا بيتكلم على الاهلي وتو بتتكلموا على الاهلي مين حتكلم على الزمالك حاج بتكلم غير انه مظلوم طب عايز ميدو يتكلم على الاهلي ما هو والله ما حاجر طب خليه يتكلم على الاهلي انت راجل عندك مشكلة في العقلية معينة طب اصلح العقلية دي ازاي انا راجل بتاع واسيب النادي الاهلي سيبه ما فاكر شيء لا سيب الاهلي بيشتغل والناس شغالة واحترمهم لنجاحهم وكل حاجة بتاع على ذكرة اقول لحاك حاجة كابت براين اللي انا بقوله ده ممكن يبقى بالنسبة الناس كتيرة يعني انت حلم صعب المنال لكن انا عايز اقول لك مثلا ايه الراجل مثلا الكس فيرجسون مثلا ميزيك منشستر رونيتد كان ليفر بول فارق عن منشستر كان ليفر بول فارق عن منشستر رونيتد اعتقد بتاعتاشر بطولة دوري بتاقل يصححوني يا جماعة انا غلا اه تبع عشر سنة تقريبا كان ليفر بول اكتر بتاعتاشر بطولة تقريبا بتاعتاشر بطولة اقولولي يا جماعة تاعتاشر بطولة فلما جيت انا قريت البيوجرافي قصة حياة فيرجسون عشان اقوليك يا جماعة ان الناس الكلام اللي انا بقوله ده حصل قبل كده في الواقع يعني مش كلامته فالراجل اول حاجة علك ايه في قصة حياته يعني هو بيكتب فقالك ان اول حاجة انا فكرت فيها ان انا اقنع الناس في منشستر رونيتد ان هما مفكروش في ليفر بول فكار في نفسه فكار في نفسه التاني حاجة ان انا غير العقلية ازاي ان انا هو كان ماسك فيها في سكوتلندا ابردين بتاعتلي وقدر ان هو يخب بهم الدور بتاعه ازاي ان انا نزل على العقلية بتاعت البطولة جواهم وابتدى ان هو يفكر ان انا ازاي ان انا اقرب من الناس دي لغاية ما منشستر رونيتد حصل ليفر بول وابتدى انا انا ما بقولش دي اشان فكر في نفسه وانفكرش في المنافس بتاعه اه فهي دي يعني انت مشكلة ان انت اشغل فعلا نفسك بالمنافس ابراهيم لما بيجي مسلا نقول الكلام ده مشكلة ايه عندنا في نات الزمالك بيزعلوا بيزعلوا مني اه انت ازاي تقول كده انت كذا انت بتاو بتدوا سخانوا الناس عليك لان في ناس المشكلة ان في ناس عايشة على في ناس عايشة حياتها كلها وبتقبط فلوس وعايشين في حيات على مشاكل الزمالك على على سبات اقناع الفكرة دي طب احنا يعني بالله عليك قولنا ايه غير كده احنا بنقول ايه غير كده احنا متبنيين ايه غير كده اه قعد بوصن مشاكلك وحلها ماريكش دعبية ما تقعدش يتكرس كل همك تشويهي يعني هما هنت لما تشوهني انت ما بيتش جميل اه روح شوف انت ايه اللي نقصك عشان تبقى جميل اول حاجة عشان تبقى جميل او ست جميلة انها تبقى رقيقة ما تبقاش عصبية ومنفعلة ومظلومة طول نارنكة دي وبطعية لا تشوف موطن القلوسة اللي فيها ضعفها وانها تبتدي تبقى سالسة والناس تحبها هيبتدي شوفوها بعيون تقدر تبقى جميلة وتجمل في نفسها اللي حد ما يشوفها ملك الجمال ويختاروها يعني اما يجي واحد الجوز يقول انا عايز دي مش عايز دي اللي اجمل منها ميت مرة هو ده هي دي الرشدة اللي احنا يعني احنا مش مختلفين ياريت ياريت كلنا نحط ايدنا في ايد بعض ونوصل للناس انها تفكر بالطريقة دي نتمنى ان الرسالة تكون وصلت وتكون الرؤية واضحت تماما للجميع النادي الالي بقى اخيرا في اطار تفاعله مع القضايا المجتمعية ومع خدمة المجتمع نظم فعاليات حملة ترشيد المياه والصرف الصح في مقرية النادي باشموندس في الجزيرة ومدينة نصر شايفين لقطات من هذه الفعالية اللي بتنظمها الادارة التنفيذية للنادي بالتعاون مع اتحاد اللجان اللجان النشاط في النادي اللجنة العليا للجان تحت شعار كل نقطة بتفرق كل نقطة مش مش كل نقطة في الدوري ما هي كل نقطة في الدوري بتفرق بس كل نقطة ماية بخاني كل يوم اما باجي هنا عليها لحنا فعلا بتخر ومحدش بصلاحها دي بالزبط اه وده كان في مقرية النادي في الجزيرة وفي مدينة نصر ضمن بورتوكول مع الشركة القبضة للمياه والصرف الصحة باشموندس في اطار هذا الجهد المجتمعي اعتقد من وجهة نظري ايه كل اللي فات ده علاج لمشاكل النقطة دي بالذات اهم ما قيلة اليوم في هذا البرنامج انك ترتبط بهموم بلدك وتتصق مع هداف بلدك ومجتمعك وتبقى جزء من حل ممكن يومر من خلالك الى اكبر قاعدة من المنتمين اليك واللي بيصدقوك ان يا جماعة نقطة المياه بقت حياة احنا هنعمل ايه اكتر من الرئيس اللي بيعملوا طول النهار همه شغل الشاغل في ملف المياه قال قال ده خط احمر ما ايش خط احمر احنا بنهدره صحيح المبادرة انطلقت من نادي الاهلي شأنها شأن مبادرات سابقة كثيرة بتوضح النادي الاهلي وهو في وسلمشاكل مش ناسي دوره المجتمعي ودوره فيه ان يكون نادي يعني بيتصخ مع هداف البلد وبيساعد على انه يدعمها وتوعية اعضاء النادي وجماهير بالحفاظ على المياه بالحفاظ على المياه المياه حياه وكل نقطة هتحتاجها ما انتش عارف امتى او غيرك محتاجها في هذه اللحظة بس فين شكرا للجنة او للتحاد اللجنة العليا للجان النادي برئاسة النشيط وليد مبروغ وليد مبروغ عادي مرة نعمل فوكس على والجان شباب النادي الحياة عاملين مجهود كبير جدا لتفعيل الدور المجتمعي الكبير للنادي الاهلي دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير ان نلتقي مساء الاثنين القادم ان شاء الله اسبوع على خير